هو ايه الفرق بين الوصف ده والوصف ده فيه هنا حاجة زيادة اسمها الاشارة الى قناة معينة لكن هنا مفيش الاشارة الى قناة معينة ايه الفرق بين ده وبين ده يعني هنا لو عملنا منشن وكتبنا المتوحد فكرة حنلاقي القناة لكن هنا لو عملنا منشن وكتبنا المتوحد فكرة مش حنلاقي القناة طب ايه الفرق الفرق ان عشان تستخدم الاد دي لازم يكون عندك الاهلية ايه الاهلية لازم يكون عندك الف مشترك بس استنى ودي قبل يوم 12 عشر عشرين وواحد وعشرين بعد 12 عشر عشر وواحد وعشرين بقى لازم يكون عندك 500 مشترك في ما فوق فهنا حاجة اسمها توسيع نطاق الاهلية اليوتيوب هنا هو اللي بيقولك بيقولك نحن بصدد توسيع نطاق الاهلية لاستخدام المنشن او الاشعار لمنشئ المحتوى الذين لديهم اكتر من 500 مشترك سيتم طرح هذا التغيير خلال يوم 12 عشر وواحد وعشرين 12 عشر وعشرين وواحد وعشرين 12 اكتوبر الايام القليلة المقبلة يعني خلال 7 ايام علشان يبدأ يضيفوها على كل القناة ولو لا قدر الله ما لقتهاش بتقدر تعمل ارسال التعليقات زي ما بتعمل في المنتدى يوم اثنين تلاتة بالكتير خمسة هتبدأ تتفعل عندك كل ان شاء الله طيب احنا بقى بنلاقي المنشن ده فين يعني انا لو عايز اعمل المنشن المتوحد فكرة هلاقيه فين تعالى اول حاجة بتيجى عند القناة وتفتح لوحة البيانات وبتيجى عالتعليقات بعد التعليقات بتيجى عالاشارات بعد الاشارات بتبدأ تشوف هل هنا في اشارات ولا لا طبعا شكرا جدا لكل واحد عمل منشن شكرا جدا بشكره جدا 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 فالاشارات دي هي الاشارات اللي انا بقولها النحية التانية طيب اقول لك حاجة تعالى نجرب واحدة قدام بعض هنيجي هنا ونيجي نعمل ات ونكتب المتوحد فكرة اوكي ونعمل حفظ كده احنا عملنا منشن لقناة المتوحد فكرة هللاقيها فين؟ هقول لك هللاقيها فين نيجي هنا ونعمل لوحة البيانات تاني ونيجي عند التعليقات وبعد التعليقات نبتح الاشارات وننزل هنا هللاقيها موجودة تم ايه؟ تم عمل فبالتالي علشان تستخدم الاد دي لازم يكون عندك خمسمائة مشترك فيه ما فوق ما تستعجلش لو مش تم تفعيلها اجلا ام عجلا حيتم تفعيلها قناة راكت المتوحد الى الان الى الان لم يتم تفعيل المنتد عليها يعني الى الان لم يتم تفعيل المنتد عليها لو بصيتوا ليه لانها خمسمائة تعتبر اقل ناس هم بدقين من فوق من تسعمية تمنمية سبعمية ستمية خمسمائة الى الان ما تمش تفعيل ولكن مستمر على ارسال التعليقات بالنسبة للمنشن وبالنسبة للمنتدى انت كمان استمر اوعى تبطل تعمل ارسال التعليقات طول ما ده ليك حق في استخدام الميزة شكرا جدا لجميع اتمنى اكون قدرت اوضح لك يعني ايه منشن والمنشن بيفيد اه بيفيد لو انت عندك مشكلة او محتاج تعمل حاجة لمنشئ المحتوي او بتتكلم عليه في فيديو او بتقول حاجة عليه فتعمل له منشن ما تستخدموش على الفاضي والمليان لان الفاضي والمليان هتبقى تعتبر زي سبان فبالتالي هتبقى جودة القناة بتاعتك جودة قليلة بدل ما تكون عالية واحنا عارفنا مبارح يعني ايه حاجة تعلي رينك القناة وحاجة تقلل من رينك القناة يعني ممكن يكون فيديو قيم وفيديو جودته عالية مش الجودة هنا اللي هي الف تامين لأ جودة يعني بتكلم بسلوب حلو وطبيقة حلوة ومنصق ومنظم فبالتالي اليوتيوب بدأ يتابع ويحدد القنوات بناء على الشكل ده بالتوفيق جدا للجميع اتمنى لحد عندي ايه استفسار او ايه حاجة الكومنتات موجودة واحنا موجودين علشان نرد عليكم شكرا جدا لكم شكرا جدا لكم